الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسرون في هذه الأمسية المباركة أن نرحب بسماحة شيخنا العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليدي المفتي العام للسلطنة في لقائنا الثاني لهذا الفصل الدراسي من العام الدراسي الجديد وإننا إذ نتقدم بجزيل الشكر لسماحته ونسأل الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وأن نستفيد من علمه الغزير الذي يلقيه علينا سماحته فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأطال الله في عمره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقيين ولا عدوان إذا على الظالمين أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأشكره وأتوب إليه من جميع الذنوب وأستغفره وأؤمن به ولا أكفره وأعال من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالهدى بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي أن الإنسان مطالب بأن يزكي نفسه ولا يدسيها لأن فلاحه من يطن بتزكيتها بينما تدسيتها سبب للخيبة هذه الخيبة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأمرهم بما أمرهم به من دعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أرسلهم بما فيه سعادة هذا الإنسان في أقباه وسلامته في الدنيا لأن الأخذ بأسباب هذه الرسالات سبب لنجاة هذا الإنسان وسيره سيرا سليما في هذه الحياة ولا ريب أن المصير إنما هو رهن المثير فبحسب ما يكون الإنسان عليه في حياته الدنيا تكون عقبته يوم القيامة عندما يختم له بذلك هذا ومن المعلوم أن الإنسان المسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى لهذا الفضل الأظيم وهذه النعمة الجسيمة وبواءه هذا المقام العالي وأنزله هذه المنزلة السامقة هو جزء من المجتمع البشري في هذه الحياة ولذلك كان لزاما عليه أن يفكر كثيرا فيما يدور حوله في هذا المجتمع وهذا ما ضدها إليه القرآن الكريم الأمة المسلمة منذ كانت أفرادا في مرحلة تكوينها الأولى فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم ما يتلى إلى قيام الساعة لأجل إنباء المؤمنين لحالة صراع كان داميا بين دولتين كبريين في ذلك الوقت دولتين الروم والفرس ومن تهى إليه الصدام المسلح بينهما وما سوف ينقلب إليه في المستقبل مع أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا محصورين في المجتمع المكي وكان مجتمعا جاهليا تعمره الكثرة الكافرة من أهل الجاهلية وما كان المؤمنون في ذلك الوقت إلا أفراد ولكن الله سبحانه أراد بهذا أن يهيئ هذه الأمة في أول تكوينها لأن تكون أمة عالمية أمة تتابع ما يجري في هذه الحياة لأنها المسؤولة عن هذا العالم وتوجيهه إلى الخير فلذلك كان لزاما أن المسلم أن يكون حريصا على اتباع على تتبع ما يجري في هذا العالم ليأخذ الأبرة من كل شيء فإن لله سبحانه وتعالى سننا في هذه الحياة لا تتبدل وقد جاء القرآن الكريم يؤكد على هذه السنن ومن أجل ذلك دعا إلى الاعتبار دعا القرآن الكريم إلى الاعتبار بالأمم الخالية وما أصابها من خير وشر ونفع وضر الله سبحانه وتعالى يقول ألم يروا كب أهلكنا من قبلهم من قر مكناه في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماع عليه مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ويقول سبحانه وتعالى وَكَبْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْلِ نُوحِ وَكَفَابِ رَبِّكَ بِذْنُوبِ عِبَالِهِ بَصِيرًا وَكَفَابِ رَبِّكَ بِذْنُوبِ عِبَالِهِ وَوَبَّانِ يَعْبُ مُتْ حَسْرِهِ إلى الله سبحانه وتعالى وَاِلْهُ مُتْ حَسْرِهِ وَيمَءٍ لأن çıkuti وَالِلَّهَ مُتْ حَسْرِهِ لَّسَجُنُواрывَّ digoَ لُهِلًا بَيَّسِنَهُ وَا أَحْنَهُ شَيْهِ عَمَ smell andverb سبحانه وتعالى لأنه يوقف أن هذا الكون بأسره ما هو إلا مملكة الله سبحانه وتعالى وأن كل ما يجري فيه من رفع وخفء وعطاء ومنع وإعزاز وإذلال وإحياء وإماتة ودميع تصريفات هذا الكون كل من ذلك إنما هو راجع إلى الله فلذلك يقف المؤمن عند هذه الحلوب ويعتبر أتباراً بكل ما يجري في هذا الكون وقد قيل من لم يعتبر بغيره كان معتبراً لغيره ومن المعلوم أن العالم شهد أحداثاً في هذه الأيام الأخيرة هزت هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه ولا ريب أن للمسلم بسبب أقيدته الإيمانية وسلته بالله سبحانه وتعالى قلباً ينضذ بالرحمة ويفيض بالحنان ولذلك يتألم المسلم أن يصاب المريء أياً كان فإن ذلك إنما يرجع في الحقيقة إلى هذا الخلق المستوحى من عقيدة المسلم الموصول بالله سبحانه وتعالى وهو حاجس يفتعل في نفس المسلم فيمتزج بمجدانه ومشاعره وهذا أمر معلود إذ الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أمر بالعدل ونحى عن الحيف والجور ووجه المؤمنين إلى العدل في كل شيء فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ويقول في مقابل ذلك أيضاً يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعلنوا إعلنوا وأقربوا للتقوة فالعدل فالعدل إذن مطلب من مطالب هذا الدين وذلك أمر يشترك في منفعته الجميع إذ ليس هو حكراً على طائفة من الناس دون طائفة فالعدل مطلق إسلامي إيماني يجب على المسلم أن ينهج نهجه وأن يستمسك بأروته وأن لا يفرط في شيء منه وحسبنا أن نجل في كتاب الله سبحانه الله سبحانه هو أحكم الحاكمين ما يبرئ يهودياً مع عداوة اليهود من تهمة ألسقت به وأمر مريد له من ورائه أن تكون له عاقبة غير حسنة نزلت آيات في كتاب الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون بالخائلين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيم ما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله عليماً حكيم إلى آخر الآيات التي جاءت تبرئة لساحة يهودي فإذن نحن لا نستغرب أن نرى الهيئات الرسمية والمؤسسات الدينية تستنكر وقوع هذا الأمر الذي شمل الأبرياء وكذلك عندما ننظر إلى القرآن الكريم في توليهه بالمؤمنين في الحرب نجد أنه يوجههم إلى حرب نظيفة حرب لا ظلم فيها ولا حيفة على أحد إذ الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المؤتدين ولكن مع هذا كله هل تفيد أحدا رحمة أحد له إن لم يكن راحما لنفسه أولا قبل كل شيء على الإنسان أن يكون راحما لنفسه حتى يستفيد برحمة غيره له ومن المعلوم أن من رحم نفسه عليه أن يسلك المسلك السليم مسلك الأدل مسلك الحق وأن لا يحيف على أحد إذ من جرأ غيره جأسا جرئها وهذه هي سنة الله تعالى في خرقه فإن الله تعالى بسبب أدله بين عباده يحول سبحانه وتعالى الغالب إلى بغده والمنتصر إلى منتصر عليه والقوي إلى ضعيف ومن حف على غيره حيف عليه فإذا نحن مهما تألمنا لما يصيب الأبرياء لا يفيد أولئك المصابين ولا الذين جلوا عليهم من رحمتنا شيء ما لم يكونوا راحبين لأنفسهم وما لم يكون عرفين الحقوق الواجبة الحقوق الإنسانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مشتركة ما بين الدنس البشرين نحن كما قلنا نجد الإسلام الكريم كيف يوجه المسلمين إلى كل ما فيه عدل وإلى كل ما فيه خير وإلى كل ما فيه سلامة وكما أننا نجد في القرآن الكريم فمجيها عباد الله تعالى المؤمنين عندما ينزلون في ساحات القتال أن يكونوا إلى أن يكونوا عادلين رحمين ونجد مثل ذلك في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ونجد مثل ذلك في حل الخلفاء الراشدين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يعقد راية أو يبعث سرية يأمر بالأمل يأمر أن لا يقاتل إلا من قاتله أن لا يقتل وليدا وأن لا يقتلوا شيخا هرما وأن لا يتعرضوا للرخبان في صوامئهم وأن لا يغلوا وأن لا يمثلوا إلى غير ذلك وهذا مما شاع في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ونجد ذلك أيضا في أهد الفلفاء الراشدين حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينهى جيشه عن أن يرتكب أي شيء من هذه الحماقات إلى حد أن يأمر جيشه حتى بالرفق من الحيوانات فلا يعقروا حيوانا لا يعقروا بعيرا ولا شاكا إلا من أجل الأجل وكذلك ينهىهم عن قطع الشجر ينهىهم عن كل ما فيه الإضرار بهذه الإنسانية وهذا هو منهج المسلمين في حياتهم وهل أمل المسلمون بما عملوا به غيرهم هذه الأحداث كما قلنا هي غير خارجة عن سنن هذه الحياة فإن سنن الحياة سنن تدعو إلى التدبر والتأمل والتفكر وتدعو إلى الاعتبار والاستعبار ولكن أن ذلك إنما الذكرى للمؤمنين فذكر إن نفعة الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يخيى فهذه الأحداث مسبوقة بأسبابها وإن مما يشد كل من له فكر ذلك النطق السامي الذي نطقه عاهد البلال المفدى حفظه الله تعالى عند افتتاحه مجلس عمان حيث قال بضرورة مكافحة الإرهاب ولكن مع تتبع أسبابه ومعرفة هذه الأسباب فما هي هذه الأسباب لو تأمل الإنسان الأحداث السابقة وحسبنا أن نبدأ من أهل إلقاء القنبلة الذرية في اليابان التي حصدت مئات الألوف من الأبرياء ثم ما تبع ذلك من الطبيان وتأييد الطاغين والوقوف وراءهم مع أنهم يقتلون الأبرياء يقتلون الأطفال ويقتلون النساء ولا يبادون بما يقعون في هذه الدنيا هل هذه أسباب غير كافية لأن تنتج مثل هذه الثمار المرة التي يتجرأها من يتجرأها بمرارة فكم من نساء غملت وكم من أطفال يهتم وكم من أطفال قتلوا وكم من نساء قتلوا وكم من أطفال قتلوا وكم من أطفال قتلوا تأتي الجرافات السهيولية لأجل حدل مساكن المسلمين في فلسطين وإخراجهم من غيوتهم وإلقاء النساء والأطفال في العراء من غير مبالاة والقوة الأبرى تقف وراء ذلك وتؤيد هذا كله فكيف يكون هذا إرهاباً ولا يكون هذا إرهاباً ومع هذا أيضاً كم من بريء قدد في الأراء تأتي الطائرات لتقذف المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولم يرتكبوا أي سبب من الأسباب ومع هذا يتنادى أولئك في هذا الطريان ويرتكبون هذه الأحداث أليس ذلك كله داعياً إلى مثل هذه الأحداث بغض النظر عن مصنرها إذن الله تبارك وتعالى يسلط من يشاء قد يسلط على الإنسان من هو من بني الجنس قد يسلط عليه أقرب قرابته وأخص خاصته ليفعل فيه فعلته بسبب ما ارتكب من إكرامه والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسمون هذه هي سنة الله تعالى في خلقه ثم مع هذا كله أيضاً ما هي النتيجة هل كان هناك العواق أو ازديار أو راجع للحسابات أو أن بدلاً من ذلك ازداد طغيان أولئك وتماديشهم في الفساد والله تبارك وتعالى يبين لنا سننهم في الخلق فيما فعل بالأمم السابقة يقول عز من قائل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه الأبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع نابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذه سنة لا تتبدل ونحن عندما ننظر إلى أحوال هؤلاء نجد أنهم أخذوا بالبأساء والضراء ولكنهم لم يتضرعوا فكم من آيات الله تبارك وتعالى التي تجلت لهم وكم من مصائب أصابتهم بما ارتكبوه من ذنوبهم انتشار الأمراض الدينسية الفتاكة التي أصبحت ترعبهم وتقرقهم ولم يستطيعوا افتوائها والسيطرة عليها من جملة أخذهم بالبأساء والضراء والزلازل هي من جملة البأساء والضراء ولا عاصير من جملة أخذهم بالبأساء والضراء والحرائق هي من جملة أخذهم بالبأساء والضراء ثم ما وقع أخيرا هو من جملة البأساء والضراء ولكن مع هذا الطغيان فإن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم أبواب كل شيء وكان من هذا تسابق الكثير الكثير من المستسابقين في إرضائهم والانضمام إلى لوائهم وحبيل من حملوه عقبة هذا الأمر هذا كله مما يفرخه ويجعلهم مخلدون إلى ما هم عليه ولكن ما هي عقبة ذلك فنبنسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما قلتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مكسون فقط أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وننظر إلى ما حصل ما الذي كان منهم بعد الذي حدث أن حدث ما كان منهم إلا إنصاق هذه التهم بالأبرياء ويتكشف يوما بعد يوم كذبهم فيما يقولون فإنهم كثيراً عندما يأتي ميقات تمهينها حسب مواعيدهم بأنفسهم يتحرقون يتحرقون تارة يقولون لأنهم إنما يحاضرون ولأسباب أمنية يتكون الأمور في الخفاء إلى أن يحين ميقات أدائها وتارة يقولون وتارة يقولون كذا وتارة يقولون كذا إلى غير ذلك من التضليل للرأي العام وهم وجهوا تهما إلى أناس منهم من تبين أنه ميت قبل سنتين ومنهم من تبين أنه حي في بلاده وقد قالوا بأنهم من ضني المجرمين الذين ركضوا هذه الطائرات وفعلوا فعلتهم هذه وتارة يقولون بأنهم وجدوا ورقة لم تحترق وهل من المعقول أن تبقى ورقة في طائرة لا تحترق مع احتراق الطائرة بكل من فيها وبكل ما فيها وبكل ما صدمت به هل ذلك من المعقول أو أن هذا من التجين والتضليل اللهم استعاني وتارة يقولون بأنهم وجدوا حقيبة فيها جوازات أولئك الذين يحمدونهم مسؤولية هذا الأمر في غرفة في الفندق فإذا كيف استطاعوا أن يركبوا طائرة وأن يتخطوا حدوداً وأن يتخطوا الإجراءات التي في المطارات حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه مع أنهم تركوا جوازاتهم من خلفهم هذه أمور هذه أمور كلها إنما تدل على أن هؤلاء في نفسهم حقيبة في نفسهم حقيبة إلى اتهام اليهود وهذا كما يقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي من ذلك قبل كل شيء اليهود له تآمر على العالم وهذا التآمر ليس هو وليد اليوم والأمس بل أسفر عنه مؤتمر بال الذي أقد في هذه المدينة مدينة بال بسويسرا في عام 1897 وهو المؤتمر الذي أسفر عن البروتوكولاته كما أسفون وفيها تخطيط لاحتلال العالم بأسره وفيها تخطيط لاحتلال العالم بأسره في ظل مئة عام وهم يطمعون إلى أن تكون عاصمة مملكتهم التي تسود الآلم هي روما وقدر الله سبحانه وتعالى أن فشلوا في الوصول إلى هذه الغاية التي يسأون إليها فشلوا في الوصول إلى هذه الغاية إذ لم يستطيعوا أن يحكموا العالم وإن كانوا تحكموا في كثير من أموره بسبب توصلهم إلى القيادات الكبرى واحتوائهم لها وبسبب وبسبب إمساكهم بأزمة القضايا الاقتصادية حتى أغرقوا هذا العالم في حمقة الربا وصارهم الذين يجنون في مارا هذا الربا المشؤون وكذلك بالخططهم إغراقوا الناس في الفساد على اختلاف أنواعهم وهذا أمر أيضا نجحوا في كثير من جوانبه ولهم الكثير الكثير من الخطط وهم شكلوا لجنة منذ العقاب هذا المؤتمر لتتبع جميع قراراته وتوصياته ولا يموت أحد من أعضاء هذه اللجنة إلا ويبدل بغيره واللجنة مستمرة إلى هذا الوقت فإذا ألا يقال بأن هؤلاء لا ينزفون ولا يبعدون ولا يبرؤون من أن يكونوا هم الذين دبروا هذا الأمر على أن القرآن الكريم واضح في وصفه فالله تبارك وتعالى يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسأون في الأرض فسادة هذه طبيعة اليهود وكذلك من المعلوم أن الرئيس الإمريكي الحالي كان منافسا من قبل رئيس آخر وقد كان اليهود يطمحون إلى أن يتوصلوا إلى رئاسة الولايات المتحدة الإمريكية من خلال نجاح الرئيس المنافس لهذا الرئيس الحالي الرئيس بوش وهو الجوف كانوا يطمحون أن يتوصلوا إلى حكم الولايات المتحدة الإمريكية من خلاله وبما أنهم لم يتوصلوا إلى إيصال ذلك الرئيس إلى منصة الحكم في الولايات المتحدة الإمريكية بلاد الإسلام وإفساد بلاد الإسلام وإزهاق أرواح المسلمين وفعل ما يفعلون ومما يقوي ذلك أن أربعة آلاف يهود فيما يقال هدو والضفون في هذه العمارة نفسها في المركز التجاري العالمي وفي ذلك اليوم لم يحضر الأمل أحد منه ودعوا أسهمهم من البورصات العالمية قبل وقوع هذا الحادث بمدة قليلة هذه الإشارات أليست كافية لأن تكون التهمة تلصف بهؤلاء اليهود ثم مع هذا كله أيضاً هناك فساد داخلي الفساد الداخلي يؤدي إلى الكثير الكثير وقبل فترة كان تفجير في المركز في أكلهما وقبل كل شيء ودين المسلمين بأنهم هم وراء هذا الأمر حتى تكشف الأمر وتبين من كان يحمل هذه الدسيسة ويسعى إلى تقويض الأمن هناك والفساد الذي في الولايات المتحدة الإمريكية لست مدعياً له وإنما الإمريكيون أنفسهم يتحدثون عنه وقبل بضع سنوات تحدثت هنا في هذا المكان المحاضرة ألقاها رجل إمريكي كان اسمه روبرت كرين وتحول مع ذلك إلى فاروق عبد الحق بعد إسلام والرجل ليس هو من الناس السطحيين السابقين أو من الناس العاديين المغمورين وإنما هو رجل على قدر من الوعي والفهم والسياسة والإدراك لأبعاد الأمور واستنتاج الأواقب من مطدماتها فالرجل تموأ عدة مناصم وكان في أهدى رئيس نيكسون كبير مستشاريه للسياسة الإمريكية الخارجية هذه المحاضرة ألقاها في مجمع بالنور في دبشق في شهر ذي الحج من عام 1415 قبل مضي سبعة أعوام وكانت المحاضرة بأنوان القيادة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين والرجل يتطلع بكل أحاسيسه وبكل مشاعره إلى أن يأتي الإسلام ليصلح تلكم الأوضاع الفاسدة وينص على أن الولايات المتحدة الإمريكية هي أحوال ما تكون إلى قيم الإسلام هي أحوال ما تكون إلى نظام يجمع ما بين القيم الروحية وما بين الأطاع الحيوي في هذه الحياة الذي لا ينقطع فإذا لا بد من أن يكون الإسلام هو البديل المنتظر وقد يقال بأن إسلام هذا الرجل كان سببا لهذا التفاؤل المفرغ والمبالغة في التطلع إلى أجزة الإسلام وكرامة الإسلام والتشاؤم من الأحوال السائدة في الولايات المتحدة الإمريكية ويكن أجل كلامه هذا بنقول من أقوال كبار الساسة الإمريكيين الأقراء الذين لم يعتنقوا الإسلام هم تألموا لهذا الوضع المنمر داخل الولايات المتحدة الإمريكية ومن بين أولئك برجانسكي الذي هو يهودي والذي كان مستشارا للأمن القومي عند الرئيس كارتر وفي نفس الوقت هو يؤد باني السياسة الإمريكية الحريفة الرجل نشر مقالا في أحد الصحف نعى فيه الأوضاع القائمة في الولايات المتحدة ووصفها بالفساد وتطلع إلى مستقبل هذا المستقبل يحول الأحوال من وضع إلى وضع آخر وكان مما قاله في مقاله هذا إن الشعب الذي فقد الأخلاق لا يمكن أن يسن للعالم قانون أخلاقية وعنتم ترون أنه صريح في أن الولايات المتحدة فقدت الأخلاق وأن شعبها أصبح بدون أخلاق فأن لهذا الشعب أن يسن للعالم قانون أخلاقيا وقد قدم لمقاله هذا أحد الصحفيين المشهورين وهو ناثان جارولز ووضع النقاط على الخروف وبيّن أن الإسلام هو البديل المنتظر وأنه هو الذي سينتشل هذه الأمة من هذا الضياء وسينقذها من هذه الهلكة فإذا الأوضاع القائمة هي داعية لمثل هذه الأمور فكيف للإنسان لا يبدأ أولاً بإصلاح أوضاعه وتدارك أخطائه وإنما يحمل الجريمة من هو منه بريء بسبب تهمة في نفسه هذا وعندما نحاول أن نقارن بين أوضاع المسلمين الذين يصفونهم بالإرهاب ويصفونهم بما يصفونهم به من الوحشية كأنما كل مسلم سبع كاسر لهم له إلا الافتراس وبين أوضاعهم بأنفسهم يجد الفرق الكبير هم في هذا الوقت وهم يزعمون أنهم رادة السلام في هذا العالم وأنهم قادة الحضارة الحنيثة وصانعوها وآئمتها وبانوها هم في هذا الوقت عندما يهددون يهددون بأنهم سيطلقون قنابل هذه القنابل تمتص الأكسجين كل كنبلة تمتص الأكسجين من مقنار كيلو متر من كل الجوانب فهل هذه الحرب حضارية وأين الإسلام من رحمته ومطفه حتى في الحرب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقادة جيوشه بأن لا يقتلوا صبيانا ولا نساء وأن لا يقتلوا شيخا هرما وأن لا يقتلوا أحدا من الرهبان وأن لا يتعرضوا إلا لمن قاتلهم فحسب لننظر هذا البون الشاسع ما بين الإسلام الحنيف برحمته ولطفه وما بين تصرفاتهم هم لأنفسهم ثم مع هذا كله إنما يفردون أن يفرضوا على الناس جميعا منطق القوة فالناس عليهم أن يستكينوا لهم وأن يستجيبوا لأمرهم من غير تدر الدول وليس لأحد الخيار وهم الذين يرفعون شعار الديمقراطية العالم عليك أن يستجيب لهم إما أن يكون الآلم معنا أو ضدنا ومع هذا كله يفرضون على الجهات الإسلامية التي تعاني من الحرمان والإثلال والاستعباد أن تظل راضية بهذا الحرمان وبهذا الاستعباد وبهذا الهوان حتى وصل بهم الأمر إلى أن يجمدوا الأرسلة التي تخص الجهات التي تريد أن تتخلص من الظلم والاستعباد والإثلال وأن الإسلام إنما جاء من أجل تحرير هذه الإنسانية بأسرها ما جاء ليقرم ظلم بل جاء ليقاوم الظلم ومن الكلمات التي رد بها الزعيم الهندي المسلم أبو الكلام أزاد على المدعي الآن بعدما قرأ البدع الآن السجل سجل الدعوة في حال محاكمته في عام 1339 للهجرة أيام الاستعمار الإنجليزي في الهند وكان يحاكم أمام قاضي بريطاني وقضاه آخرين هم أيضا يدورون في في فلك السياسة البريطانية كان مما أجاب به نعم إني قلت إن الحكومة الحاضرة ظالمة وإن لم أقل ذلك فماذا أقول يا ترى إني لأعجب كيف يطلب مني أن أسمي شيئاً بغير اسمه وأن أدعو الأسود بالأبيض إني مسلم ولأني مسلم وجب علي أن أدد بالاستبداد وأقبحه وأشهر مساوية إن الإسلام أعلن حقوق الإنسان قبل انقلاب فرنسا بأحد عشر قرن ولم يكتفي بمجرد الإعلان بل وضع نظاماً لجمهورية الحق بالغاً في الكمال المنتهى ولأمري إن مطالبة المسلم بأن يسكت عن الظلم ولا يسلميه الظلم مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية فكما لا ترون لأنفسكم الحق بأن تطالبوا المسلم بأن يرتد عن دينه فكذلك ليس لكم الحق في أن تطالبوه بأن يسكت عن الظلم ولا يسميه ظلماً لأن معنا كمت المطالبتين واحد إذن هذا هو منهج الإسلام الإسلام جاء لرفع الظلم وكما قلنا أمر بالأدل حتى مع أعدى الأعداء والقرآن الكريم جاء فيه ما يضرئ خصماً من أعظم خصوم الإسلام من أجل تعوين الناس على اتباء الحق وعدم ميلهم إلى الحيث فكيف يرضى المسلم بأن يقرب ظلم في نفسه وأن يكون عبداً دليلاً خاضئاً للظالمين هذه أمور هي مؤاكسة في الحقيقة بالطبيعة وهي مؤاكسة لمنهج مؤد من الثوابت التي لا يمكن تغييرها فلا يمكن أن تغيير ثوابت الإسلام إذن إلساق التهمة بالمسلمين وفرض الهيمنة هيمة الظالمين في هذا العالم عليهم أمر لا يؤد في منطق هؤلاء إرهاباً وإنما يؤد هذا هو الحق وهذا هو الرشد وهذا هو الذي يجب أن يكون فأين إذن هذه الدعايات الفارغة أين الدعاء الديمقراطية وأين الدعاء حمل راية السلام وأين الدعاء حمل راية الحضارة في هذه الأرض هذه أمور كلها واستوجب المكوفة عندها هذا ولا ريب أن المسلم كما قلنا عندما يبصر شيئاً من هذه الأحلاف التي تفرزها التطورات في هذا العالم سواء كانت تطورات خير أو كانت تطورات شر ما يدعوها تمر عليه فإن الله سبحانه وتعالى سنكم وقلنا سنناً في هذه الحياة وعلى المسلم أن يكون حريصاً على تدبر سنن الله تعالى في خلقي والله تبارك وتعالى بيّن عقبة البطر وما ينتهي إليه بأهله الذين بطروا معيشتهم في هذه الحياة الدنيا يقول سبحانه وتعالى وكم قصمنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارفين ويقول سبحانه وكم قصمنا من قرية كانت طالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرفضون لا ترفضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ونحن نرى أن الجاني الأول على أولئك الأبرياء الذين أصيبوا في هذه الأحداث إنما هو هذه السياسة المؤودية البعيدة عن الحق فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن فساد المترفين هو الذي يصيب أمم الناس ويخلق أبرياءهم وغير أبرياءهم هذه سنة الله في هذه الحياة الدنيا أما في الآخرة فإن كل أحد مجزي بعمله لها ما كسبت عليها مرتزمت لكن بما في فساد المترفين من انتهاك للحرم وإبادة للأنفس وإزحاق للأرواح وإضاءة للحقوق يعني الله تبارك وتعالى هذا الفساد يدهي بهلاك الجميع يقول سبحانه وإذا أردنا أن يهلك قرية أمرنا مترفيها كفزقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوخ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قد يتساءل المتسائل ما هو الذي يعني غير أولئك المترفين حتى يصيبهم ما يصيب أولئك والجواب أن الله تبارك وتعالى جعل النظام المشري لا يقوم إلا على الصلاح فلذلك إن لم تأخذ العام بأيدي المترفين ليقودوهم إلى الحق وليردوهم إلى سواء الصراط وليرجعوهم إلى الهدى كانت العقمة مؤكسة عليهم كما تنأكس على أولئك المجرمين أنفسهم وهذا ما در عليه قول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر فساد بني إسرائيل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في الثبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبذوهم لما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا لدينا أن ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب مئيس لما كانوا يفسقون الذين ظلموا وصف يصدق على مرتكب الجريمة وعلى من أقرها ولم يغيرها فإن الله تعالى يقول إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه وبيئس ما كانوا يفعلون وعلى أي حال القضية ليست قضية هيئة فإن أولئك القوم أفرزت أن سنتهم تغصبه صدورهم من حقد على الإسلام والمسلمين وانساقوا وراء مؤامرات اليهود ووصل الأمر إلى أن يقولوا بأن الحرب التي سعليونها حرب صليمية وهذه ليست كلمة عفوية كما التعو إذ لا يعقل أن يصدر من رئيس دولة كبرى كلام عفوي لابد من أن يكون كلامهم موزونا مضبوطا يدل على ما في قرارة نفوسهم فهذه إنما هي بعض ما تقفح به صدورهم قد بدت المغضاء بالأفواههم وما تقفي صدورهم الكبار ونحن واثقون مهما تآمر المتآمرون على الإسلام وحاولوا أن يشوجوا صورته وأن يكبروا صفوه وأن يبرزه للناس في بظهر الوحش المتربس الذي لا هم له إلا أن يعدو على فريسته وابد من أن يسود هذا الدين هذه الأحداث نفسها جعلت الكثير من الناس يتحدثون بالحقيقة وينشرونها ونطلعت فيما اطلعت عليه على مقال كتبه صحفي بريطاني بعد الحادث بنحس أسبوعين أو أقل يسمى روبرت فيسك في بعض نشر في بعض الصحف البريطانية السيارة يقول في هذا المقال ما معناه بأن الولايات المتحدة الإمريكية تقودهم إلى نفق مظلم تقودهم إلى حرب لا يعرفون لها معنى إلا أن الولايات المتحدة الإمريكية تريدها وتحدث عن المجازر التي ارتكبها شارون في صدر وشاتلة قبل سنين وقال بأن ضحايا هذه المجازر هم أضعب الضحايا الأبرياء الذين في الولايات المتحدة الإمريكية فكيف ببنى ضرعين عن هذا كله ونتحدث أن المجازر التي وقعت هناك وتحدث عن كثير مما يرتكم في هذا العالم ومع هذا كله أيضا توجه الكثير الكثير من الناس في القارة الإمريكية إلى جراسة الإسلام حتى يقال بأن أمريكا اللاتينية أصبح القرآن الكريم فيها يمثل ثلث المبيعات من الكتب الناس يريدون أن يجرس القرآن ليعرفوا حقيقة هذا الإسلام الذي يزوره هؤلاء في مظهر الوحش وأنه لحمده إلا افتراس الأبرياء وضع على غالب أمره سبحانه يقوله هو أصدق القائلين والذي أرسل رسوله بالهدى وليل الحق ليظهره على الدين كله ولكرها المشركون وقد قال سبحانه وتعالى قبل ذلك يريدون أن يطفئوا نور الظالم لأفراهين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولكرها الكافر اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واقطع نابع القوم الظالمين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بالسوء فارضل كيده في نحره واعذنا واعذي المسلمين بشره اللهم اقطع نابرهم واستعصل شافتهم وارضل كيدهم في لفورهم واعذنا وجميع المسلمين من شرورهم وامحوا آثارهم وأورثنا أرضهم وغيارهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم عالك به فإنهم لا يعيزونك اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم اللهم اعرن فيهم عجائب قدتك وغائب بطسك ودقبتك اللهم انت القادر لا يعيزك شيء نسألك ربنا أن تنسر المسلمين في كل مكان كما نصرت نبيك صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم الأحزاب وكما نصرت عبادك المؤمنين اللهم ربنا استخلفت في أرضك كما استخلفت من قبلنا من أبادك المؤمنين ومكن لنا ديننا ليرتضيتهم لنا وابللنا بخوفنا أمنى وبذلنا عزة وبفقرنا غنى وبتشتتنا وحدة واجمعنا على كلمة إبنى وألل بين قلوبنا بطاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا فؤفاء فقودنا وإنا أدلاء فأزنا وإنا فقراء فأغننا اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك عن أثام وبك عن من سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ الإسلام والمسلمين واحفظ راية هذا الدين واجعلها شابخة رفيعة إلى يوم الدين إنك ربنا على كل شيء قدير اللهم ربنا إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفر الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقابنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا غمّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا ظالا إلا هديته ولا عدوا إلا كفيته ولا دعا إلا استجبته ولا رجاء إلا حققته ولا بناء إلا كشفته ولا سائلا إلا عصيته ولا محروما إلا رزقته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائل الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسميك وعافية اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تبرم في هذه الأمة أمر صلاحا ورشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر ويحكم فيه شرعك وتقال فيه حدودك وتنفت فيه أحكامك ويتبع فيه كتابك ويقتلى فيه بنبيك صلى الله عليه وسلم إنك رفنا على كل شيء قدير وإنك بالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عن مرسليه الحمد للأرض السائل يقول إن ما يفعل في بلاد المسلمين من قتل وتشريد وهب للمنازل وإحراق للمساكل من قبل اليهود وغيرهم من أعلاء هذا الدين فإن المسلمين لم يحركوا ساكنان وأما ما حصل في الولايات المتحدة الإمريكية مؤخرا فإن العالم بأكمله قام ولم يقعد حتى الآن فما الأسباب في ذلك الجواب هذا إنما يعود إلى تفرق الكلمة كلمة المسلمين ذلك إنما يعود إلى تفرق الكلمة المسلمون اليوم لم يوتوا من قلة ولم يهزموا من ضعف مادي وإنما القوة المعنوية وعرفت عند المسلمين فكانت سببا بما حصل من هوانهم على الناس ولو أن المسلمين استمسكوا بأسباب الفوة لكان الأمر مخالفا لهذا تماما لحسب لهم كل حساب ولكن أصبحوا شراد متفرقين بأسهم بينهم شديد صدق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم موشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأجنة على قصعتها قالوا أمن قلة قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد وليذي عند الله مهابة من قلوب الأعدائكم وليقد فن الأهنى في صغوركم قيد له ما الوهن يا رسول الله قال خب الدنيا وكرهت الموت ومن المعلوم أن مؤظم الناس هم بني الدنيا فمن كان ذا شأن في هذه الحياة يرجى يتقى بطفه ويرجى أي شيء ولو كان خيالا من خيره الناس يتسابقون إلى أربعه لأنهم لا يفكرون في المعالي والمقلم هذه هي طبيعة البشر والله تعالى المستعان يسأل سائل ما حكم من يؤيد مثل هذه الأحداث ويعتبرها نكسة ورد لجزء مما يفعله أعداء الإسلام بالإسلام والمسلمين في فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام طبيعة البشر على أي حال المظلوم من شأنه أن يفرح بالنكسة التي تصيب ظالمها وأن نريد بظالمه الكثير ولسيما إن جن قويا الكثير من النكسات التي تؤدي به إلى الهوان والذب ولا ريب أن هذه آطفة توجد في طبيعة البشر ولكن نحن لا نقول عن الظالمين وإنما نقول المسلم لسبب إيمانه لا يحب أن يصيب السوء الأبرياء أما الظالمون فلا ريب أنهم جنوا على أنفسهم بأنفسهم والآخرون أيضا جنوا هم عليهم السائل يقول كيف يمكن تفسير قوله تعالى وقتلوهم حيث وجتموهم وخذوهم وخذوهم وحصروهم وقتلوهم كل مرسل فالجواب لا هذا أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين من واجهة أعدائهم الذين مقاتلونهم ويسدون الدعوة الإسلامية عن انتشارها ويترسلون لها هذه دعوة للمسلمين فالمسلمون عليهم أن يهيوا أنفسهم ليكونوا قادرين على أن على أن يحققوا معنى ذلك بحيث يكونون جندا لله تعالى حقا السائل يقول مواجبناك أفراد في محاربة الكفر والطويان وهل يجب علينا أن نمضي للأمم المستعبدة والمحاربة من قبل الكفار مع أننا لا نملك ما نحارب به من الأتاد والسلاح الجواب المسلمون جميعا أمة واحدة يتألم المسلم بما يصيب المسلم في أي مكان المسلم أخو المسلم لا يقتله ولا يظلمه ولا يحقره حصم رئي من الشر أن يحقر أخاه المسلم والحديث يقول ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كبتل الجسد إذا اشتكى منه أضغل تداعى لهم سائر الجسد بالحمى والسهر وفرض الله تبارك وتعالى أبو ناصرة حتى أولئك الذين لم يهاجروا مع أن حبل الولاء ينقطع بينهم وبين المؤمنين بسبب عدم الهجرة ولكن عندما يستنصرون المسلمين عليهم أن ينصروهم عندما قال سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ترون كيف نظافة الإسلام حتى في مثل هذه المواقف إذا كان بين المسلمين وبين أحد ميثاق فإن ذلك الميثاق تجب مراعاته هذه هي نظافة هذا الدين الحميم وعلى أي حال المسلم عليه قبل كل شيء أن يصلح نفسه بينه وبين ربي وهذا ما مر به المسلمون في المرحلة الأولى عندما قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم بعد ذلك عليه أن يهيئ نفسه ويهيئ أصحابه لابد من أن يكون الرأي رأيا جماعيا ولا يمكن أن يتوصل إلى نصر إلا عندما يشمل المسلمين يظام دقيق بحيث لا يكونون عشرائيين في تصرفاتهم وفي أعمالهم بسأل الله تعالى التوفيق الجميع وأن يؤذل الإسلام والمسلمين إنهم على كل شيء قدير وصدق فرحب السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصدق بها المعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر